اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بساعات ان اكتب كلمات فجف حبري وكل لساني ووقفت حقيقة عاجزا عن كتابة الكلمات في حق الشهداء وعوائل الشهداء وحتى كتابة هذه الكلمات قبل ما اجي بقليل فقط تحية من الله تبارك وتعالى على اسر الشهداء الذين خلقوا البطولات وأي بطولات بطولات املاقة في المواجهة والنضال بصبرهم وتحملهم وصمودهم وتقديمهم لأعز ما يعزون في مقابل وفي سبيل الله تبارك وتعالى وللإسلام التحية والسلام عليكم يا آباء وأمهات وأولاد وأسر الشهداء الذين ضحيتم بأعز أعزائكم في سبيل أعظم الأهداف وهو عز الإسلام وهو شرف دفاع عن الدين وعن الإسلام العزيز يعتز أسر الشهداء على مر التاريخ بحمل مشاعل في سبيل الله تبارك وتعالى ذلك لأنهم مشاعل طريق الأولياء الصالحين الشهادة هي العزة السلمدية هي الحياة الأبدية ولابد أن تقوى العزائم بعد كل شهادة لقد نال السعادة أولئك الذين سعوا باختيارهم بجهادهم بنغالهم وقفوا صفاً واحداً أمام آلة القمع اليزيدية أمام الظالمين أمام المستكبرين وسلموا أرواحهم لبارئهم وانتقلوا إليه سعداء مرفوع الرأس نقيل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن للشهيد سبع خصال وجاء في الخصلة الأولى أنه تمحى جميع سيئاته مع أول قطرة سيل من دمه الطاهر على الأرض وفي الخصلة الأخيرة فإن الشهيد ينظر بوجه الله وهذا النظر راحة أو راحة لكل نبي وكل شهيد لأن الشهيد هو قلب التاريخ النابض بالحياة وكما يهب القلب الحياة والدم للشرايين اليابسة تكون الشهادة دمًا يجري في شرايين مجتمع يسرع نحو الموت ويفقد أبناءه الثقة والإيمان بالقيم مجتمع آثر الاستسلام والخنوع والخضوع للظلم والطغيان وتناسى المسؤولية والإيمان بالإنسان وبقدرات الإنسان وطاقاته وكفاءته وخليفته في الأرض وتلاشت حيويته وتجمدت إبداعاته الشهادة تعطي مثل هذا المجتمع دمًا وولادة ومعركة جديدة أعزائي وأحبائي أبناء الشهداء رعاية الباري جل وعلا وفي أحضان لطفه أيها الأوفياء أبناء الشهداء وعوائل الشهداء أن تحملوا بإخلاص على عواتقكم أمانة آبائكم التي كانت ميراث عزتهم ومنهج حياتهم الشعب الذي تعتز أمهاته وأخواته الباصلات بموت أبنائهن الأبطال الذين هم في صف الشهداء منتصر هذا الشعب لا محالة حق الشهداء الكبير علينا أن نوضح للمجتمع وللجميع ثقافة الشهادة ومكانة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وأكبر معاجز الشهادة هي إيصال الحياة والدماء إلى الأجزاء الميتة من ذلك المجتمع من أجل ولادة جيل جديد مؤمن واعن جديد في الشهادة هي حضور دائم في ساحة المعركة التاريخية الناشبة بين الحق والباطل أنوان آخر أيها الأعزاء كان أبودي أن أقترح مقترحاً وأمل من أسر الشهداء وعوائل الشهداء والمؤسسة التي تعنى بالشهداء رابطة الشهداء أن تلتفت إلى هذا الأمر المهم وخصوصاً نحن نمر في منعطف تاريخي يتطلب منا يكظة ووعياً سياسياً فائقاً وهو ما هو دور عوائل وأسر الشهداء في المنعطفات السياسية هل يكفي الانتماء الشخصي والفردي للمؤسسة السياسية؟ هل يكفي الانتماء السياسي للخط والتيار السياسي؟ أم أن هناك أمر آخر؟ وهناك كيان مستقل يسمى بأسر الشهداء المقترح هو أن يكون هذا الكيان كيان فاعل منظم من الداخل له رسالة واضحة ورؤيته واضحة وله حضور وبرنامج عمل موجود على الأرض إن من أقوى القوى السياسية الفاعلة في الساحة هو ائتلاف الرابع عشر من فبراير ولنا الفخر بأن ننتمي لمثل هؤلاء الشباب القادة الذين وجدت فيهم حقيقة الحكمة والشرعية في طريقهم وفي حركتهم ائتلاف الرابع عشر من فبراير وفي محطات التفت إليها أمريكا الإدارة الأمريكية بأن ائتلاف الرابع عشر يمثل عصب في الثورة في البحرين الرابع عشر من فبراير هي حركة فائلة ثورية ومؤسسة سياسية لا تخلو من بعد نظر ولها برنامج عمل واضح ورؤيتها واضحة مكتوبة في ميثاق اللؤلؤ ائتلاف الرابع عشر من فبراير هو العصب الذي عاجز عن وقفه وعن إعاقة طريقه حتى القوى السياسية حتى الجمعيات السياسية حاولت وبقدر كبير فاعل من وقف كثير من فعالياته وأنشطته لكن حضورهم فاعليتهم وأثرهم في الساحة ظهر وأنا أرجو من كل قلبي أن يستمر هؤلاء الشباب الرابع عشر من فبراير وأن يلتزم الشعب لو أن الشعب تفاعل كما يتفاعل في المسيرات الرسمية المرخصة لو أنه تفاعل مع برنامج ائتلاف الرابع عشر من فبراير في فعالياته النوعية لاختصر المسافات كيف لا والقائلون في الصف الأول من الرموز السياسية نحن عجزنا أن نحقق شيئا بسيطا على امتداد سنوات مضت وأنتم حققتم في مختصر الطريق اختصرتم الطريق وحققتم ما لم نحققه في سنوات مضت كلمة أخيرة أرجو المعدرة للإطالة على الشعب أن يلتفت إلى رموزه أن يلتفت إلى عنفوان قادته أن يعرف عمق التضحيات التي يقدمها الرموز والقادة المغيبون في السجون والمعتقلات نقل عن أحد المشايخ في السجون وإن كانت بعض الأمور شوي خاصة ولكن أريد أن أحفزكم لأمر أهدف إليه يقول السجن ليس لي السجن للأستاذ عبد الوهاب والأستاذ حسن المشيمع الأستاذ عبد الوهاب تصوروا كيف يعيش في السجن ألف كتبا في السجن الأستاذ عبد الوهاب ثور لوحده داخل السجن الأستاذ عبد الوهاب ينقل عنه أنه في كل يوم يكوي ثيابه يتعطر يبتسم ابتسامته لا تفارقه الأستاذ عبد الوهاب حسين تفوق كثيرا في صبره وصموده وفكره وحوصر كثيرا من مرجعيات ومن رموز سياسية ولكن المرجعي العليا السيد الخامنائي كان هو الضوء الأخضر والشعاع لحركة الأستاذ عبد الوهاب حسين ولذلك تجدون حضوره في الصاحة وفاعليته في الحركة ختام الكلمة والنصيحة أرجو من عوائل الشهداء ألا يكتفوا بالانتماء الفردي والشخصي ادرسوا حركة أبنائكم الشهداء ادرسوا كيف سقط دم الشهيد ماذا يريد الشهيد أن يوصل من رسالة عندما سقط اكتبوا تفاصيل شهادته وأنتم تنتمون إلى خط سياسي تذكروا دائما أنكم تحملون رسالة أبنائكم أنا أوجه ندائي لا يوظف خط سياسي دماء الشهداء لا من أجل إقامة حكومة منتخبة ولا من أجل إسقاط نظام الشهداء أكبر من ذلك أعمقوا من ذلك وأهدافهم أكبر من ذلك وحتى إن نظروا وسقطوا في مسيرة تطالبوا بحكومة منتخبة أو بإسقاط نظام فإنهم يتطلعون إلى مبعد ذلك لا يتطلعون إلى هذا الأمر الشهداء عوائل الشهداء أسر الشهداء مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى المسؤولية الكبرى أن يحققوا أهداف أبنائهم ولا يتوقفوا ضمن أي محاصرة سياسية هنا أو هناك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته